موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم حبيبي عاملين إيه أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة يومكم سعادة وهنا ويا ربي دايما متجمعين مع بعض على خير وفي الخير وزايدين دايما دايما ومش نقصين النهاردة حلقتنا حلقة وصفاتها طحفة جدا 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 النهاردة هنعمل فراخ صدور فراخ كده بطريقة مميزة هنعملها بالصوص الفرنسي تغيير وتجديد في تقديم صدور الفراخ اللي احنا كلنا بنعشقها وبنعملها على طول يابانية مشوية أما الحلوة معنا النهاردة هنعمل الإكلير والإكلير من الحلويات الفرنسية الشهيرة واللزيزة أعتقد كلنا بنعشقها بس كتير ما بتثبتش معنا فالنهاردة هنقول كل التفاصيل كل الأسرار علشان يطلع معاك الإكلير زي بتاع المحلات وأحلى كمان كمان معنا مشروب لطيف جدا إن شاء الله يبقى في آخر الحلقة وقبل ما نبدأ حلقتنا بينا نفتكر مع بعض الأرقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا طول الحلقة من خلالها من أي تليفون أرضي على زير تسعمية تسعمية والموبايل على الفين وستمية وفي انتظار مكلمتكم مرسي جدا جدا على الكلام الحلو اللي جاء لحلقة مبارح بجد تسلمولي يا رب وإن شاء الله الحلقات كلها تعجبكم بإذن الله يلا بينا نبدأ أول وصفتنا أول وصفة معانا هتكون صدور الفراخ بالصوص الفرنسي بينا نشوف المقادير عندنا خمس صدور فراخ كل الصدر هنقسمه على اتنين فهيبقى معانا حوالي عشرة كده معلقة صغيرة من بشر اللمون اللي هي القشرة الخارجية لللمون ربع كباية من عصير اللمون كباية كريم الطهي وكباية مرأة يعني كباية شربة تلات معلق كبار من الزبدة وتلات معلق كبار من الدقيق معلقة صغيرة من الكركم معلقة صغيرة بهارات فراخ ملح وفلفل أسود أما التغطية أو الكفر بتاع الفراخ هيكون عبارة عن إيه بقى عندنا كباية ونص من الدقيق معلقتين كبار من الحليب عندنا كمان كباية من الجبنة البرمجان أو الجبنة الرومي اللي متوفرة عندك اتنين بيض زبدة زيت ملح وفلفل أسود دي المقادير يلا بينا بقى نشوف طرقة التحذير تعالوا بينا كده نشغل بس النار على الوق بتاعي عشان يسخن ويلا نبتدي نشتغل في الفراخ بتاعتنا اللي احنا غسلناها كويس جدا ولو احنا عند بتاع الفراخ ممكن نخليه اسم لنا السدر نصين بحيث انه هو يبقى شرائح بس سميكة شوية أو اننا نعملهم كده في البيت تمام أهم حاجة نخسل كويس قوي وبعدين نصفي تماما علشان ما يبقاش فيه أي سويل في الفراخ تعالي بينا بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم نجهز كده الأول الخلطة اللي هتبقى على وش الفراخ أو اللي هنغلف بيها الفراخ بسم الله عندنا دقيق هبتدي احطه كده في طبق عشان اعرف اتعامل فيه عندي كمان اتنين بيضة وعندنا معلقتين من الحليب بسم الله معلقتين من الحليب وهنربهم وإحنا بنضف لهم كمان شوية من الفلفل الأسود بسيط ومش هحط ملح ليه بقى؟ لأن الجبنة اللي احنا هنحطها هتقوم بتمليح المكون ده فخلاص احنا مش محتاجين ان احنا نحط ملح فيه خالص سواء حطينا جبنة برمجان أو جبنة رومي اللي اتنين فيهم نسبة ملح فمش محتاجين إضافة ملح هنا خالص بعد ما ربيت البيض مع الفلفل الأسود واللبن هبتدي أضيف الجبنة بالشكل ده وكده الخلطة دي جاهزة معنا بس تمام؟ زي ما قولنا المقدير مكتوب فيها جبنة برمجان تقدري تستبدليها بالجبنة الرومي سعرها أخف والدنيا أحسن دي الفراغ بتاعتنا تعالوا بينا نجيب بس ايه؟ كده طبق عميق وهدي الفراغ بتاعتي رشة بسيطة كده من الملح والفلفل بسم الله الرحمن الرحيم فلفل أسود تمام؟ وهيخد رشة كركم كده صغيرة وهيسيب رشة للصوص وعندنا كمان بهارات الفراخ تعالوا كده ناخد منها معلقة صغيرة خلاص يبقى كده ايه؟ مكونات تدبيلت الفراخ ملح وفلفل رشة كركم بسيطة وكمان البهارات بتاعت الفراخ تعالي بينا بقى نقلب الكلام ده كويس جدا مع بعضه بحيس ان احنا نشرب للفراخ التدبيلة وتاخد النكهة بتاعت البهارات اللي احنا حطناها لها الفراخ كل ما كانت نشفة ومخصولة ومتجففة كويس جدا كل ما بيثبت عليها التدبيل وكل ما بيبقى طعمها احلى عكس لما يكون الفراخ فيها سوايل ومية بتحط التوابل وتلاقي السوايل خادت التوابل ونزلت فالفراخ نفسها ما متبقاش متدبيل التدبيل التمام عشان كده دايما دايما بنخسل الفراخ بتاعتنا كويس قوي وبعدين نشفها كويس قوي عشان تثبت عليها التدبيلة زي ما نشايفين كده بصوا الفراخ التدبيلت حلو جدا مفيش ولا نقطة مية اصلا خالص فبالتالي كل التوابل ثابتة على قطع الفراخ حلو كده حلو قوي خلاص تدبيلنا الفراخ يلا بينا بقى نشتغل هنعمل ايه هبتدي اخد الدنيا تمام معاك واللي حابين انا شيل حاجة قولولي كده مكانها تمام زي الفل يلا هناخد شرحت الفراخ بعد ما تتبلت كويس قوي هبتدي انا ازلها في الدقيق كده ومن الدقيق على الخلطة اللي احنا عملناها اللي هي كانت بيض وحليب وجبنا مبشورة سواء جبنا رومي او جبنا برمجان اللي متوفر عندنا واشيلها احنا بنقول الاصل فيها ايه والبديل بتاعها اللي نقدر احنا نوفره ايه يعني الاصل فيها الجبنة البرمجان بس البديل بتاعها اللي نقدر نحنا نوفره هو الجبنة الرومي وحطها تاني في الدقيق بالشكل ده هايل حلو اوي هحضر طبق علشان اشيل من هنا احط هنا على طول بسم الله يلا بينا يلا نفس اللي عملناه هنعمله مرة تانية ان انا باخد قطعة الفراخ ببتدي احطها الاول في الدقيق وبعدين في الخليط بالشكل ده لا احنا زي الفل ان شاء الله احنا ممكن نحتاج بس بيضة ومعلقة حليق عشان الكمية اللي معنا كده ونحط دقيق تاني ونضغط تمام ونفض يلا هعمل شوية بس كده على قد الصونية بتاعتي او الطوصة بتاعتي العنار عشان املاها وبعدين نبقى نكمل واحنا بنحمر يعني الموضوع سهل جدا اهم حاجة ضغطة اللي احنا بنعملها دي بتثبت الغلاف اللي احنا عملناه على قطع الفراخ يلا ايه رأيكم واحدة كمان نروح بقى على البوتاجاز نشوف الطوصة اللي احنا حطناها على النار علشان نبتدي نشتغل فيها هيل حلو جدا تمام تمام عملت كده كمية كافي ان انا احطها في الطوصة بتاعتي التحمير تعالوا بينا بقى بسم الله الرحمن الرحيم نقلع ده عشان نعرف نتعامل وبعدين نربي صغيره الطوصة على النار بتسخن معانا زبدة حط كده ايه معلقتين زبدة ومعلقتين زيت علشان نبتدي نشوح فيهم الفراخ بسم الله الرحمن الرحيم ده معلقتين زيت بننزل بيوم الاول علشان لو الطوصة سخنة قوي فالزيت ينتص الحرارة الزيادة اللي عندنا وبعدين نبتدي نحط بقى ايه الزبدة هاستنى الكلام ده بقى يسخن كويس عشان ابتدي انزل قطع الفراخ بتاعتي وحمرها تحميرة محترمة جدا تمام وعلى نوع متوسطة بدون مواد دهنية كتير وهنستخدم بقى الطوصة تاني في السوس فمش هنهضر اي مواد دهنية معانا يبقى حطينا معلقتين زيت معلقتين زبدة وهنسخنهم كويس عشان نبدأ نحمر فيهم قطع الفراخ اللي احنا حطناها الاول تبلناها بملح وفلفل تبلناها كمان ببهرات فراخ ورشة كركم وحطناها في التدبيلة ما سبناهاش كتير وبدأنا نجهز الخلطة بتاعة التغليف وكانت عبارة عن دقيق سادة بدون اي اضافات والجزء التاني من التغليف كان بطين عليه معلقتين كبار من الحليب عليه جبنا مبشورة برمجان او رومي اللي متوفر عندنا وبعدين ابتدينا ناخد قطع الفراخ حطناها في الدقيق الاول وبعدين نزلناها في خليط البيض وبعد كده رجعناها في الدقيق تاني وبقى اتجهزها معانا ان احنا نبتدي نحمرها في الله بينا بقى نشتغل بقى ونحمر كده بدأ الخليط بتاع الزبدة والزيت عن ناره هو ابتدي اخد قطع الفراخ بسم الله الرحمن الرحيم وننزلها هاي زي الفل وهم بيتحمروا كده يلا بينا نعمل شوية كمان عشان يبقوا جاهزين معانا ومعانا مدام نادية ايه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ازايك عامل ايه حبيبة قلبي تتلميلي انت عسل ربنا يكرمك وحلوة يا حبيبة ربنا يخليك يروح قلبي تتلميلي والله العظيم عيونك اللي حلوة ربنا يكرمك يروح تمنين يا حجة نادية حبيبة وإياك امين يا رب امين يا رب وإياك يروح قلبي تتلمي نورتينا يا مدام نادية انا اكتشافت بقى ان كل اللي اسمهم مدام نادية دول بيقولوا كلام حيوي قوي دي حقيقة والله العظيم اه مش عارفين احنا عايزين نتطمن عليها والله يا مدام نادية بتاعت اسكندرية ان شاء الله تكون بقى الفخير يا رب كده احنا حطينا على النار بقى الفراخ على نار كده متوسطة عايزين هتاخد لون وفي نفس الوقت ايه تدخل في السوى التمام عايزين نقص بصة دنيا شغالة وعندي البيض والحليب والريحة تحفى احط كده شوية حليب وابتدي اربهم تاني مع بعض كويس زي الفل ويلا بقى نكمل الموضوع بقى سهل خالص وتقديم مختلف وطعم لذيذ جدا لصدور الفراخ المخلية ومعي نمو معاز قلو قلو ازايك اشي فاطمة اهلا 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 ازايك عاملة ايه حمده الله في نعمة والله تتلميلي يا روحي تتلميلي ربنا يكرمك يا روح قلبي ويكرم مروة يا رب كل الخير تتلمولي يا روحي تتلمولي حبيبتي يا ممعايز والله تتلميلي تتلميلي ومرسي طبعا لمروة دايما بتكلم علي بكل الخير والله عشان هي إنسانة كلها خير ربنا يا رب يدي كل واحد يا رب من قلبه الحلو إن شاء الله تعالوا نقلب كده الله الله شايفين الشكل بقى عامل إزاي بصوا جمال طحفة جبنا ساحت بقى وعمل الطبقة كده إيه كرانشي كده على الوش والريحة فظيعة والطعم بيبقى رهيب بصوا جمال طحفة يلا مكملين محدش بيتكلم عن حد كويس غير لما بيكون هو أصلا إنسان كويس يعني دايما كده كل إناء ينضح بما فيه فيا ربنا يبرك لنا في كل حبيبنا يا رب هيل يلا قربنا نخلص أهم فرخ بتاعتنا ما ننساش إنه بتحمر في زبدة وزيت كمية قليلة وعلى نار متوسطة تمام يعني يلا زي الفل إن شاء الله بصوا كده طبعا التغطيسة الأولانية في الديد دي ضرورية ليه بقى؟ لأن هي اللي بتخلي قطعة الفراخ بتشيل من خليط البيض لو ما حطناش الديد اللي في الأول هتلاقي القطعة طلعة كده إيه مش هيلة بيض كتير يعني حاجة بسيطة خالص أهم حاجة نضغط كده عشان إيه نسبت بالكلام ده على الفراخ عايز أبص برضو على العنار بسم الله الرحمن الرحيم هيل عايزين نغمى عايزين اللون كده يبقى حل وقوي إيه الجمال ده فوضيعه احنا عايزين نجهز طبق بقى لشان نخرج فيه اللي تحمر ونحمر غيره كده احنا زي الفل كده الفراخ استاوت نقول ايه تلتنسى وفضل الله هتلت كده هتاخده بقى مع الصوس فهتبقى هيلة جدا يلا طلع دي كمان حلو قوي اللون ده وجاري نجيب اللي احنا جهزناه وننزله بسم الله الرحمن الرحيم نحسنا ان درجة الحرارة حميد قوي عليه فهتخلي النار كده متوسطة علشان قطع الفراخ بتاعتنا تستيوب راحتها خلاص فاضل عندنا اخر مرة ناخد مين معانا عالتليفون ام محمد قالو قالو ازيك يا ام محمد عاملة ايه ازي عبرتك يا شيف عاملة ايه الحمد لله يا روحي اخبارك انا اول مرة اكلم حضرتك على فكرة حبيبة قلبي منوراني ان شاء الله مش اخر مرة دم يا حبيبتي شكرا حبيبتي كنت بس اقالك الكيك لما بتطبع معي هشة وحلوة كده فجأة كده تروح حفقة ونزلة خالص ايه العفة كده العفة كده ان هي يا اما مستويتش سوى كامل تمام فطبعا هيبتت يا اما البيكنج بودر كان معاكي كتير زيادة عن اللزوم تمام فخلاها رفعت قوي 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 وبعد كده راح تهبطانة تاني دول يعني الحلين او انك انت عاملة مثلا في نقول ايه صانية اصغر من اللازم تمام فدايما مقاس الصانية مهم كمية البيكنج بودر مهمة جدا ايه التسوية ودرجة حرارة الفرن وانك انت تبتدي تشغليه من وين تبتعملي الاول ما تبتدي تعملي الكيك كل دي حاجات مهمة جدا جدا علشان تخدي نتيجة هيلة وما تكشش معاكي الكيك او برضو من الحاجات اللي ممكن نتعرض لطيار هوا يعني مثلا انت مشغلة مروحة مثلا في المطبخ فطلعت من السخونية لطيار هوا بارد فبرضو هبطت فانت ممكن عشان تتلاشي الموضوع ده انك انت اول ما تطفي على الكيك افتحي باب الفرن واسيبيها في الفرن يعني كده ايه خمساية كده وبعدين طلعيها ده يخليها تبقى كويسة وما تبرضو ما تكشش معاكي او ما تهبطش معاكي بنقلب زي ما انا شايفين قطع الفراخ طحفة اه طحفة يعني احنا مش مكترين الزيت علشان الزيت والزبدة اللي احنا حطينهم دول هنستخدمهم في عمل الصوص فمنبقاش هضرنا كمية زبدة وزيت كتير احنا كده خلصنا كمية الفراخ اللي عندنا عشان تبقى جاهزة عالتحمير ودلوقتي ممكن بقى ايه؟ ايه رأيكم؟ نطلع فصلة صغير خالص اكمل تحمير الفراخ ازاي ما احنا شغالين كده ونرجع بقى نشوف هنعمل الصوص ازاي وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني ونعطرح في ايه حتى هنستني ايكو اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا مش محتاجين نحط ايه مواد دونية تاني احنا زي الفايل هنزل كده لشربة ونبتدي نقلب خالص احاول هدي كده النار عشان اعرف اقلب من غير ما يكالكع معايا حلو جدا اتأكدت كده من الدنيا تمام انا هزوت بس شوية مية حلو قوي تعالوا بينا بقى نتبل الكلام ده كله عندنا بشر لمون عندنا هنحط رشة كده بسيطة من الكركم كنا تبلنا برشة وهنحط في السوس رشة عشان يديره لون اصفر كده لطيف بما انه سوس لمون تمام يلا بينا ايه دي بشر اللمون وايه دي رشة كده بسيطة من الكركم هدي ملح على قد السوس الفراخ خلاص من التبلة والدنيا تمام وهدي فلفل اسود وعندي بقى اللمون والكريمة الكريمة دي انا اخليها اخر حاجة هقلب وهضيف اللمون تمام كويس وبينا بقى نزل قطع الفراخ بتاعتنا بسيطة بسم الله الرحمن الرحيم اره وهنثال بقى الفراغ بتاعتنا على نار هادية شوية هنسبها خمس دقايق بس خمس دقايق خلاص هبقى متأكدة ان الدنيا تمام وكل حاجة بقت مستوية وعشرة على عشرة الفراغ كمان اتشربت من الصوص بتاعها واخيرا هحطلها بقى شوية الكريمة وعلى الصفر على طول هتبقى كده معاكي احلى فراغ بصوص اللمون سهلة وبسيطة ولذيذة جدا جدا على ما الفراغ بقى خلاص تكمل تسويت احنا خلصناها خلاص فاضل بس الكريمة هنحطها ونقدم على طول بينا بقى نشوف موضوع الاكلير والاكلير زي ما قلنا في البداية هي حلويات فرنسية شهيرة جدا اعتقد ان اغلبنا فيش حد ما بيحبش الاكلير فالنهاردة هنقول تفاصيل واسرار الاكلير وازاي تعمليه ويطلع معاكي مميز جدا زي بتاع المحلات بالزبط بينا الاول نشوف المقدير هعندنا ايه بقى عندنا كبايتين من الدقيقة كباية مية كباية حليب يبقى اتنين دقيقة واحد مية واحد حليب متين جرام زبدة هحتاج كمان من تسع لعشر بضات ده بيرجع لنوع الدقيقة والحجم البيض تمام معلقتين كبار من السكر معلقة صغيرة من الفانيليا زرة ملح دي عجينة الاكلير عشان تاخدي البيزك او بسكوتة الاكلير نفسها بالشكل ده تمام اما الحشو والتغطية والتزيين ده ليكي فيه مطلق الحرية بس في الغالب الاعام ان احنا بنحشي الاكلير بكريم الباتير تمام فالنهاردة معانا كريم باتير للحشو وللتغطية او للتزيين بقى شوكولاتة بيضة دايبة وشوكولاتة بني دايبة عندنا كمان ممكن بسكوت لوتس مفروم مكسرات زي ما انت عايزة بقى ذلك فيه مطلق الحرية ده مش الزام خالص خالص الالزام عندنا ان احنا نطلع بس الاكلير مظبوط ونحشيه وبعد كده نجرنش زي ما احنا عايزين فتعالوا بينا بقى نشتغل كده ونشوف هنعمل ايه انا عايز هنقل الفراغ عشان احط الاكلير هنا بسم الله الفراغ ما شاء الله شغالة والدنيا تمام جدا جدا هننقلها ونحط بقى الحلة اللي هنبتدي نعمل فيها عجينة الاكلير اي دي الحلة على النار والحلة هحط فيها كباية ميا وحط فيها كباية لبن علشان يسخنوا على النار بسم الله الرحمن الرحيم يبقى السويل عندنا كبايتين وهم على النار هبتدي احط لهم الزبدة واحط زرد الملح والسكر اي دي معلقتين من السكر واي دي الزبدة تمام تعالوا ندي كمان زرد ملح بسيطة كده يعني على طرف المعلقة زمان شايفين كده هنحط زرد الملح وهستنى ان الخليط ده اللي هو كان عبارة عن كباية ميا كباية لبن 200 جرام زبدة معلقتين كبار سكر زرد ملح يغلي واول ما يغلي على طول هنتعامل معاه وده هيكون اول سر من اسرار نجاح عجينة الكلير او عجينة الشوع مثلا لازم ما تسيبيش السويل على النار تغلي فترة يعني هتحطيها على النار وتتشغلي في حاجة تاني وتفضلي شغالة وتنسي دي على النار وبعدين تفتكريها فتجيبي الدقيق وتحطيها هيكون نسبة السويل عندك قلت وبالتالي هيغير لكل المقادير والعجينة هتطلع مش مظبوطة فضروري نخلي بالنا جدا اه احنا عايزين ان الخليط ده يغلي بس مجرد ما يغلي على طول تكون مجهزة دقيق معايرة ونخلاة ومزبطاة علشان تنزلي بيه على طول متفقين ده كده اول سر من اسرار نجاح الكلير هنقلب الكلام ده مع بعضه كويس وهستنى يغلي واول ما شوفه بيغلي هروح جاري اجيب الدقيق علشان احط واجهز مضرب كمان معايا زي المضرب قوي ونبص بص على الفراخ بتاعتنا عشان ما ننسهاش الفراخ شغالة على نارها دي حلو قوي وقوام الصوس ولونه حكاية هايل دقيقة كمان كده وهضيف الكريمة بتاعتنا علشان تغلي غلوة وخلاص هتبقى على التقديم على طول الزبدة طبعا هتسيح دلوقتي تماما واول ما الخليط يغلي على طول مش هيكون ليها اي قصر واي دي الدقيق طيب هل الديق هنا لازم له ديق معين يعني لازم يكون ديق مخبوزات من الدرجة الاولى لا خالص ما ممكن ديق متعدد لاستخدام عادي جدا هينفع وهيبقى زي الفل وانا واقفة للخليط عشان اول ما يغلي انزل الديق على طول اهو زي ما نشايفين كده بصوا معايا بدأ الخليط يغلي معايا اهو بس كده هو دل مطلوب اول ما يغلي بالشكل ده يلا دقيق منخول والدنيا تمام ومعايا هننزل دل كبايتين من الدقيق ونقلب وبسرعة بالشكل ده ومعانا مين معانا تليفون معانا مادام هيبق له مسائل فل ازاي حضرتك الحمد لله روحي اخبارك الحمد لله تتلميلي يا روح قلبي تتلميلي انا عندي استفتار عن الزبادي ينوني لو عايز اعمالي في الدنيا حاضر سهل جدا على فكرة فكهة طازة مش مربة فكهة طازة مش مربة لا اقصي مش هينفع تعملي الزبادي فكهة طازة الا لو قبل الاكل على طول تمام لان الفكهة مع الزبادي بتجيب ميتها وهتخليه يفك مش هيربط معاك فاهمة قصدي ايه فلازم الفكهة الطازة يعني نعمل الزبادي الواحدة والفكهة الطازة نحطها عليه ونكله طازة ده افضل حاجة والزبادي اليوناني احنا عملناه قبل كده يا ريهام وتعالي لو نقدر نزله ننزله او ان احنا نعمله تاني ونورتينا يا مدام هبة بصوا بقى انا بعمل ايه دلوقتي انا بسوي الدقيق بتاعي على نار هدي انا وطيت النار تمام بصوا العجينة بدأت تبقى عجينة نعمة بصوا العجينة نعمة ازاي بنقلبها على نار قد ايه هم دقيقتين مش اكتر من كده بالزبط تمام بصوا كده بصوا يلا انا كده خلصت هشيل بقى العجينة بتاعتي من على النار تماما وابتدي انا ازلها في العجان لو عندي عجان ما عنديش عجان يبقى ممكن نستخدم المضرب الكهربائي لان المضرب اليدوي هنضرب كتير هو هينفع يتعامل بس هيبقى تقيل على قدنا شوية طيب الزبادي بقى الزبادي اليوناني هو هو وما فيش فرق ما بينه ما بين الزبادي البلدي غير حاجة واحدة بس ان احنا بنصفيه بشاشة علشان بيبقى تقيل نفس الكلام بعد ما بنعمله زبادي بلبن كويس يكون كامل الدسم وبعد ما نعمله بالطريقة المعتادة للزبادي البلدي بنعمل ايه بعد ما بيربط معانا بنحطه في شاشة عشان ينزل السوي اللي فيه فبيبقى كريمي اكتر وتقيل اكتر تمام تعالوا بينا هنزل بقى الخليط ده بسم الله الرحمن الرحيم هاي العجينة سخنة نار مش ينفع طبعا احط البيت دلوقتي لاني لو نزلت البيض عليها دلوقتي البيض هيستي وهيكتل فيها طيب الحل ان انا ببتدى اشغل العجان وهوي العجينة بتاعتي اطلع منها السخنية اللي فيها يلا بينا ملاحظين البخاري اللي عمالي اطلع ده ده كده العجينة بتاعتي بتتهوى وتبرد شوية علشان اقدر ان انا انزل البيض موسيقى اشتركوا في القناة 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 فرق تغلي غلوة واحدة بس وهي كده جاهزة عالتقديم زي ما انتم شايفين شكلها يفتح النفس او يشاهي زي ما بنقول كده طحفة ما شاء الله هغطي عليها غلوة واحدة بس وخلاص هتبقى جاهزة معي نروح بقى لعجينتنا فين كيس الحلواني يا جماعة كيس الكبير بقى اه زي الفل تعالوا بينا بقى يالله نعبي العجينة بقى بتاعتنا الحلوة اللي احنا عملناها في كيس حلواني وكيس الحلواني علشان تعملي الاكلير ويبقى معاك مزبوط ما تجيبيش الكيس البلاستيك علشان ما يعودش كل شوية تقطع منك ويبهدل الدنيا فيفضل الكيس القماش او في اكياس بلاستيك كده بتبقى قوية وبتتحمل هنحط فيها التب او البلبلة اللي هي بنعمل بيها بلح الشام او اكبر كمان يبقى افضل بالشكل ده وتعالوا بينا يالله نعبي وإيه رأيكم احنا بقى هنعبي وهنطلع فاصل ونرجعلكو تاني فاصل صغير ورجعنا على طول ورجعنا لكم تاني وعبينا خلاص العجبات واجينا في الكيس الحلواني اللي يكون متين وحطينا البلبلة بتاعة بلح الشام التخينة تمام وتعالوا بينا يالله نشكل بس هجيب مقص الاول عشان نقص به على طول يالله بينا بسم الله طبعا الصاج اللي انا هشتغل فيه واللي هسوي فيه فضل يكون من الالومنيو ياما نفرشه ورق زبدة او ان احنا نحط مفرش سيليكون او اننا ندهنه دهنا خفيفة بزيت فيه تلات اختيارات تمام وتعالوا بينا يالله نبتدي نقطع بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الاكلير بيبقى حوالي عشرة صنصي كده وهقص نعمل واحدة تانية جنبها بسم الله الرحمن الرحيم احنا بنعمله كده ايه تخين متختاخ شوية عشان يقب معانا ويعلى كده وبقى حجمه مناسب لبعده نسيب مسافات طبعا لانه لسه حجمه هيكبر فلازم المسافات دي تبقى موجودة عشان نديله حرية كده وما يلزقه في بعضه نقدر نصغر طبعا نقدر نصغر نعمل حجم صغير زي ما احنا عايزين الطول والعمق نفسه او الحجم نفسه تقدر يتحكم فيه براحتك خالص ممكن نعمله مني؟ هي نفس العجينة وانت لجي فيها مطلق الحرية طيب شكلنا وخلصنا وعايزين نخبز هنخبز على درجة حرارة كام؟ اولا فرننا شغال وسخن وسخن على درجة حرارة 180 كأن بالضبط هخبز كيك ويفضل ان انا شغل فرن من تحت بس مش تحته فوق تمام؟ يبقى فرن سخن شغال مش قل من 10 دقايق ربع ساعة على درجة حرارة 180 شغال من تحت بس وهنبتدي ندخل على الرف الوسطاني وهنعمل معاملة الكيك بالضبط تمام؟ طيب دخلنا الفرن وقفلنا عليه زي ما قلتلك بتعمليه معاملة الكيك يعني ايه؟ يعني ماينفعش افتح عليه الفرن كل شوية سيبيه 40 دقيقة ما تجيش جنبه تماما خلاص 40 دقيقة هبتدي اشوفه لو لقيته خلاص اخد اللون والدنيا تمام ما اطلعوش على طول من الفرن اللي بيحصل ان انا بفتح الفرن تمام وطفيه وخلي الفرن مفتوح بيعني حوالي 45 درجة زاوية 45 يعني ايه؟ يعني بجيب مثلا ايد حاجة خشب كده ايه معلقة خشب من عندنا وابتدي انا هفتح الفرن اللي ما فيهوش حاجة وبعدين بعد مطفي عليه خلاص استوى بعد 40 دقيقة 45 دقيقة استوى بطفي وابتدي افتح الفرن وحط دي كده لو الفرن بيثبت تمام ما بيثبتش فبحجزه بمعلقة كده بحيث ان هو يبقى موارب فهيطلعلي الهوى السخن ويدخل هوا بارد بالراحة خالص علشان الاكلير ما يهبطش معاكي بس كده هيطلع معاكي 10 على 10 هتسيبيه يبرد وبعد كده تبتدي التعاملي معاه تحشيه وتشكليه وتزينيه زي ما انت عايزة حاجات بسيطة بس بتفرق جدا جدا طيب احنا دلوقتي معانا بقى الاكلير بعد ما بيطلع من الفرن وبيبرد لازم يبرد طبعا عشان نعرف نتعامل معاه كريم بتسير ممكن نجيبه جاهز من المحلات مستلزمات الحلواني او من اي سوبر ماركت وبنخلطه وبنضربه بالمضرب وبيبقى جاهز معانا ان احنا نبتدي نحشي به وحدات الاكلير بالشكل ده تمام يار دي طريقة للحشو ان انا بفتحه زي الصندويتش كده وحشيه طب فيه طريقة تانية ان انا بحشيه من هنا بفتحه بالسكينة فتحة صغيرة من هنا ومن هنا وببوز بقى الكيس الحلواني يكون فيه تب اللي هي المعدن الرفيعة ونحشي كده بحيث ان هو يبقى مقفول تماما ويدوبك واخد بس الحشو بتاعه من تحت كمان نقدر ان احنا نضيف كريم شونتي مع كريم بتسير ونضربهم مع بعض بيبقى طعمهم حلو جدا جدا حاضر طيب احنا كده حشينا تمام زي الفل شايفين من جوه نعايز اوريكو بس من جوه هش قد ايه مفرغ كده بصوا في منتقى الجمال مين معانا كده اهو باين خالص معانا هش قد ايه طحفة يلا دي المقفولة طب نجيب سكينة ونفتحها ويفضل لو هنفتح كده هنتعامل معاي زي العيش بيبقى بالترانش اللي هو مشارشر ده افضل بالشكل ده وده كمان خلاص حشينا كله تعالوا ندخل في الوصفة التالتة المشروب بقى اللي هنشربه النهاردة مع الإكلير هنشرب ايه مع الإكلير النهاردة وهنقدم معاي هنقدم معاي آيس ميكاتو والآيس ميكاتو من المشروبات اللي كلنا بنسمع عنها كتير وبنشربها كتير في الكافيهات فتعالوا نعمله مع بعض مقدير وبسيطة جدا جدا احنا نعمله كمان بالسيرب بتاعه فعندنا معلقة كبيرة من القهوة سرعة الزوابان ولو عندك سبريسو في البيت او المكانة بتاعطفة تغدي توشوت منها فخلاص بيبقى بديل للمعلقة كبيرة بتاعت القهوة عندنا تلت كباية مية ونص كباية حليب ومكعبات تلج والسيرب هيبقى عبارة عن ربع كباية من السكر البني وربع كباية سكر أبيض وكمان كباية مية ومعلقة صغيرة من الفانيليا تعالي كده نعمل السيرب علشان هو اللي هياخد معنا وقته محتاجين ان احنا نعمله ونبرده كمان السيرب ده يا جماعة مش على قد المشروب ده يعني او الحبة اللي احنا نعملهم لا ده سيرب هتقدر يتحفظيه في ازازة في التلاجة تتعامل بيها في المشروبات زي الفل تعالوا ناخد بقى السكر الابيض والسكر البني ونحطهم مع بعض على النار تمام واحط بس معاهم شوية مية صغيرين يا دوبك قبل بيهم السكر بسم الله الرحمن الرحيم حط كده على الحروف بس كده واسيب بقى السكر ايه يبتدي يسيح ويتكرمل براحته خالص تمام وتعالوا بينا بقى نشيل الفراخ اللي بقت فضيعة استوت وتزبطت وبقت زي الفل تمام يلا بينا ناخدها بقى علشان نقدمها بسم الله الرحمن الرحيم فين الشوكولاتات السايحة اللي هنزين بيها عندنا طايف تمام هاي سايحين شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني وعايز اقول لكم بقى علشان تحفظي عليها تفضل سايحة وانت شغالة خاصة لو الجو برد ولا حاجة ممكن على طول هتلاقيها جمدة منك فتحتيها بولة تانية فيها مية سخنة علشان تفضل معاك على طول سايحة وتقدر انك انت تكملي وتتعاملي معاها كويس من غير ما تجمد تعالوا كده بينا ناخد يلا بسم الله الرحمن الرحيم وننزلها كده سويني نلبس جلابزة عشان ايدينا وتنزلش في الشوكولاتة زي ما قلنا بقى التنزين لك في مطلق الحرية اللي متوفر عندك تقدري تزيني به زي ما انت عايزة ايدي الشوكولاتة هنغطس كده ونطلع ونحط بقى كده عايز اقول لكم ان القطع الواحدة من الاكلير مش عايز اقول ارقام بس تتراوح يعني ما بين 20 ل 40 واضطر على فكرة يعني لو هنجيبها من الفرن يا جامعة ما فيش مشكلة يعني خلينا ندي يعني ارقام في المتوسط يعني احنا عشان ما حدش اقول بس ان احنا عاملين حاجة مكلفة ومش مكلفة ولا حاجة اصاد انك انت بتشتري الواحدة نفسها باسعار بجد خزاع بالية وهي اصلا تكلفتها مش كتير تمام فجربوا يا جامعة في البيت وقلنا كل الاسرع عشان يطلع معاك عشرة على عشرة ولو عندنا بقى مناسبة ممكن نعمله مني صغنا خالص فبيبقى بصراحة بيفرط معانا بقى مش قادر اقولكو بيفرط المقدار اللي احنا عاملينه ده بيعمل حوالي عشرين قطعة احنا عايزين نلحق بقى قبل ما الشوكولاتة تجمد عليها تعالوا نحط بقى ايه مثلا وليكن حاجة نحط عليها فصدق حاجة نحط عليها بندق حاجة نديها بسكوت مفروم دايما الاخضر على الابيض بقى شكله حلو بالشكل ده تمام ناخد البندق والبندق على البني بيبقى حلو جدا اهم حاجة والشوكولاتة لسه ايه لسه طريع علشان يثبت عليها ويمسك وما يقعش هقضر عيني ممكن نحطه كده نصاص ممكن نجروشه ونحطه مجروش ممكن كمان نعمل كورنيه من الشوكولاتة البني والشوكولاتة البيضة ونبدأ ان احنا الشوكولاتة البيضة نديها كده زجزاج بالشوكولاتة البني والشوكولاتة البني نديها زجزاج بالشوكولاتة البيضة وده اللي انا هعمله دلوقتي بس هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول هقلب بس الكراميل قبل ما نطلع بصوا وهنسيبه يكمل كراميلة وياخد اللون بتاعه ونرفعه من عنار على طول ايه رأيكم هنطلع بقى فاصل صغيرنا خالص خالص ونرجع على طول واتروح في اي حتة مستميقا موسيقى موسيقى تخطوا المقص تاني ورجعنا لكم تاني طب مقص يا شباب ورجعنا لكم تاني ومكملين خلاص غرفنا الفراخ بتاعتنا وقدمناها زي ما نشايفين بالشكل ده تقدر يتقدميها كمان مع مكارونا مسلوقة خضار سوتي او بطاطس بيوري فطبق كده حلو جدا متكامل شكله حلو جدا والله بنشكر شفات المطبخ عندنا النهاردة عاملين شغل عالي قوي كنا قبل ما نطلع الفاصل كنا حطين السكر الابيض مع السكر البني ولو ما فيش سكر بني مش مشكلة بنحط المقدار كله سكر ابيض مع معلقة عسل اسود وحطناهم على النار مع شوية مية صغيرين وسبناهم اتكرملوا واخدوا اللون الجميل ده وبعد ما اتكرملوا نزلت عليهم بكوبية مية ومعلقة صغيرة من الفانيليا بقى معانا سيرب كرامل مش سوس كرامل وهناك فرق هنا لا في زبدة ولا في كريمة ولا في اي حاجة خالص زي ما نشايفين كده ده السيرب بتاع الكافيهات وتعالوا بينا بقى ايه نكمل تزيين الاكلير ونشوف هنعمل ايه بسرعة في المشروب بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم ايه دي كورنيه من الشوكولاتة البيضة كده كمان ما اخد دي كمان زي ما قلنا التزيين براحتك بقى خالص ليكي فيه مطلق الحرية ممكن كمان على اللي هي اللي احنا مغطسنا في الشوكولاتة البيضة نحط عليها شوكولاتة بومي بسم الله بس كده اظن الموضوع سهل وبسيط جدا جدا والنتيجة مرضية جدا جدا ان شاء الله تعجبكم قوي انا ممكن كمان علب البندق دي نديها برضو كده هيل وايه دي طبق شكله حلو قوي تعالوا بينا بقى نبتدي نعمل المشروب بتاعنا قلنا قلنا في المقدير بتاعتنا ايه عندنا الحليب متلق وعندنا القهوة سرعة الزوبان تعالوا نحط شوية بس مية صغيرين كده ندوب فيهم مية دافية كده هندوب فيها القهوة انا خلصت خلصت فين يا جماعة الجار اللي هنقدم فيه حالا يلا بينا نقلب بقى كده دي القهوة خلص دابت معنا بقى كده القهوة الحليب والتلج ومعنا كمان السيرب بتاع الكرامل بصوا بصوا جماله وشكله شايفين عامل ازاي بصوا القوام طحفة القوام مظبوط جدا ده بنشتريه طبعا إزازة منه غالية جدا وهو أصلا كله عبارة عن مكونات بسيطة عندك في البيت تقدر يتعمليه بكل سهولة يلا اشجرت عشان نخلص تعالوا ناخد بقى من سوس الكرامل كده ونحط في الجار بتاعنا طبعا إحنا كنا عايزين نبرده أكتر من كده ونحطه بقى في الإزازة بتاعتي عشان ننزل منه بسهولة حطي بقى الكمية اللي انت عايزيها على حسب انت حابة تحليه قد إيه كل واحد طبعا وزوقه نعمل هنا كمان ناخد بقى شوية تلج كده بسم الله الرحمن الرحيم نعمش هيكافي لا تبا حلوين قوي ما هو الكريمة عايزين نحطها بس كيس حلواني طيب تمام تلجأ أساس الموضوع تعالوا نحط بقى الحليب بسم الله الرحمن الرحيم وإيدي دلوقتي بقى خلاص فاضل عندنا ان احنا نحط على الوش كريمة وصوص كرامل تاني وبألفة هنا وشفا طحفة جدا تقدري كمان انك انت تعملي الحليب مع التلج في الخلاط يبقى مفروم كده كله في بعضه وتحطيه برضو هيبقى نطيف جدا جدا بنا نجيب بقى كيس الحلواني فين والتب فين لا لا مش هنا عيوني وحاضر طب ايه خلص مفيش مشكلة مش لازم تبدن حطاكت او 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 تعال نفتح بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بس كده وتعالوا بقى ناخد شوية كده من سوس الكرامل وهنا كمان دايما لما يكون عندك إزازة اللي هي بتاعت السوس الكرامل لما تفضى ما ترميهاش استخدميها تاني كنتي تعملي بنفس اللي احنا عملنا ده وتحطيه فيها علشان يبقى سهل انك انتي تنزليه وتوزعيه عليها ايه رأيك يا جماعة احنا كده خلصنا خلص خلصنا وصفات النهاردة كنا عملين مع بعض بقى ايه فراخ بالكريمة الفرنسية كمان عملنا مع بعض الاكلير وقلنا كل التفاصيل علشان يطلع معاك مزبوط جدا زي المحلات واحلى كمان كمان عملنا مع بعض الايس مكاتو دي كانت كده ايه وصفاتنا النهاردة يارب تكون نالت اعجابكم هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيجي البرنامج العزومة مع فاطمة بحيتي والبيجي بتاعتي فاطمة بحيتي بالعربي بالانجليزي استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة